السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكم اسراء فتحي من قناة مطبخ مامة سولة النهاردة هنعمل مع بعض تببيلة سهلة جدا وسريعة جدا للبني هيتلع معاك يطار من جوا ومقرمش من برا انا عايز اقولك ان التببيلة دي كله مع بعضه في طبق واحد يدوب كده هتخدم من الطبق ده على طول للفجتار اول حاجة هستخدم شرايح الفراخ وانا الشرايح متقطع على قطع بني يعني رفيعة كده بالشكل ده وغسلها كويس جدا ونقعها في ملح ولمون هستخدم بصلتين انا طبعا هنا مقطعها البصل قرن من الشطة الحامي وقرن من الفلفل الاخضر وهستخدم طمط مية صغيرة اما بالنسبة للتوابل اللي انا هستخدمها هستخدم فلفل اصمر كامون ربع معلها امن ان يناعو دي بتدي طعم حلو جدا للبني وطعمه مميز جدا ربع معلها من الشطة الحرشة او الشطة الخشنة وربع معلها من البابريكا هستخدم كمان معلها من الملح معلها من البصل بودر توم بودر الكوزبرة الجفة وكوزبرة هنا بتدي طعم حلو جدا للبني وهستخدم ربع معلها من السكر وهستخدم ربع معلها من الارفة وانا عايز اقولك ان الارفة مع ان يناعو مع الكوزبرة الجفة بيدو طعم حلو جدا للبني ودي كل التوابل اللي أنا هستخدمها هستخدم كمان بيضة وهستخدم كباية من اللبن هنحضر الكابة بتاعتنا وهننزل على طلب الخضار اللي هو البصل والطماطمية الفلفل الأخضر مع قرن الشطة الحيم طبعا قرن الشطة الحامي ده اختياري لو انت مش بتحبي البنين حامي أو مشاطشة ممكن تستغني عنه هننزل بالتوابل بتاعتنا وهننزل كمان بالبيضة وعلشان كده بقولكو كله في طبق واحد لأننا هنستخدم البيضة واللبن هنا كمان هضرب الكلام ده كله في الكابة المدة دي يقتين بالضبط مش هنعامه أو يبقى ما بين البنين وده كان شكل التدبيلة بتاعتي شايفين لونها عامل يزاي كمان عايز اقولكو ان رحيتها حلوة جدا هننزل بالتدبيلة بتاعتنا في الطبق وياريت الطبق اللي هنستخدمه يكون ليه غطى أو العلبة اللي هنستخدمها يكون ليها غطى وبكده التدبيلة بتاعتنا بقت جاهزة دلوقتي هننزل بكوباية اللبن دي في الكابة مكان ما ضربنا أو فرمنا الخلطة بتاعت البني وهنقلب كويس جدا اللبن مع التدبيلة وبعد كده هننزل بيها على طول على الخلطة بتاعتنا بس كده بقى كل الكلام ده جاهز وأحلى خلطة أنا مسميها الخلطة الجبارة السريعة المنقزة لتحضير البني سهلة جدا هتخليه يتتبل معاك في وقت كياسي في أقل من نص ساعة كمان وهنا هننزل بشريح البني بتاعتنا مفيش أسهل من كده ولا أسرع من كده لا هتحتاج تحط البيضة في طبق وتتخدي من هنا لهنا لأعلى طول كله في علبة واحدة طريقة سهلة جدا وبسيطة ومنقزة جدا على فكرة كمان كوباية اللبن هتديله طروة كده وهتخليه معاك يتتبل بكل سهولة في وقت كياسي جدا زي ما قلتلك فهقل من نص ساعة هقل شريح البني مع التدبيلة بتاعتنا كويس جدا هحاول إن أنا أغلفها كويس جدا بالتدبيلة وبكده بقت جاهزة معنا أحلى تدبيل البني تتبلنا البني في وقت كياسي جدا ما خدش أي وقت خالص طريقة سهلة وأنا عايز أقولك إن بعد نص ساعة بالزبط تقدري على طول تخدم العلبة دي على طول للفيجتار مش هتستخدمي بيب بقى خلاص على طول وطبعا علشان التواب اللي احنا استخدمناها مميزة جدا فإنت ممكن تخدي على طول من العلبة دي شريح البني للبقسمات ممكن كمان ما تستخدميش الفيجتار بس كده أنا هقفلها وحطها في التلاجة واستخدمها وقت ما حب ممكن كمان تخزنيها في الفريزر دي كانت طريقتي في تدبيل البني الطريقة الرهيبة دي يا رب تكون عجبتكم ولو عجبتكم طريقتي في تدبيل البني ما تنسوش تنزله تحت الفيديو تضغطوا سبسكرايب اللي هي اشتراك باللون الأحمر ويتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني إشعار بكل جديد أشوفكم على خير بإذن الله في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته